اشتركوا في القناة قد يؤدي انخفاض الحاذ في ضغط الدم الانقباضي وهو الرقم الاعلى في قراءة الضغط لديك الى الاصابة بالذوخة لفضر قصيرة او الشعور بالاغماء ويمكن ان يحدث عند تغيير وضعية الجسم حركته بشكل مفاجئ مثل تغيير الوضعية من الاسترقائه الى الوقوف او تغيير اتجاه الرأس بسرعة ولا نحو مفاجئ او النهوض من السرير بسرعة اشرت العديد من الدراسات ان مشاكل الاذون الداخلية من اهم الاسباب المؤدية الى الدوخة وهذا لان اضطرابات الاذن الداخلية تجعل الدماغ يتلقى اشارات من الاذن لا تتوافق مع ما تتلقاه العيون او العصاب الحسية فالدوخة تنتج عن عمل الدماغ لحل هذا الارتباك اذا رفقت الدوخة الشعور بالتعب الشديد فهي من المؤشرات التي تدل على اصابتك بفقر الدم ففي حال كنت تعاني من الدوخة المصمرة مع التعب وشحوب البشرة عليك بمراجعة الطبيب ليصف لك المكملات الغذائية والادوية التي عليك تناولها هبوط نسبة السكر في الدم الى معدلات غير طبيعية يصبح معه الجسم في حالة وهن وضعف ويفقي الطاقته فيشعر الشخص بخفقان في القلب مع الارهاق والارتجاف والتعرق والدوخة ضعف الدورة الدموية وهي حالات مثل اعتلال عضلة القلب والنوبات القلبية والضراب نظم القلب والنوبة الافقارية العابرة قد تسبب الدوخة وقد يؤدي انخفاض حجم الدم الى عدم كفاية تدفق الدم الى الدماغ او الاذن الداخلية يمكن ان تكون الدوخة اتارا جانبية لادوية معينة مثل الادوية المضادة لنوبات الصرع ومضادة الاكتئاب والمسكنات والمهدئات لكن الادوية الخافضة لضغط الدم على وجه الخصوص قد تسبب الاغماء اذا ادت الى انخفاض ضغط دمك انخفاضا كبيرا من اهم اسباب حدوث الدوخة لذا النساء هو الحملة حيث ان الجسم يحدث به تغيرات هرمونية الى جانب انخفاض ضغط الدم مما يتسبب في الشعور بالدوخة وقد يصحب الشعور بالغتيان او القيئة قد تسبب بعد اضطرابات القلق الدوخة او الشعور بالتشويش الدهني الذي يشار اليه غالبا بالدوار ويشمل ذلك نوبات الهلع او الخوف من مغادرة المنزل او المقود في مكان كبير ومفتوح غالبا ما توصف اعراض التسمم باول اكسيد الكربون بانها شبيهة باعراض الانفلونزا وتشمل صداع والدوخة والضعفة والضربات المعدة والقيء والام الصدر والارتباك قد تشعر بالدوخة بسبب فرط الحرارة او الجفاف اذا مارست نشاطا في جو حارة او لم تشرب ما يكفي من السوائل ويحذو ذلك بشكل خاص اذا كنت تتناول ادوية معينة للقلب اتفاع نظام غذائي قاسي للرجيم قد يتسبب في شعور بالدوخة عند النساء خاصة اذا كان هذا النظام يفتقد للعديد من عناصر غذائية الهامة للجسم اشتركوا في القناة